في النهاية عاوز اقول طيب اذا كل هاي المعلومات احنا نخاف بالعكس الكنيسة منتصرة الكنيسة لها دور ودور مهم حتى في الايام الاخيرة وخلي بالك الرب رح يجيب نهضات وانتعاشات وعك تفكر هاي الارتدالات اللي بتشوفها هنا وهناك لا الرب رح يعمل امور عظيمة رح يثبت نفسه والكنيسة رح تثبت دورها وهذا مهم جدا انه ندرك عشان ما تخاف ما تخاف انت مؤمن بيسوع المسيح اما اذا انت بعدك متردد ولا عايش حياة الخطيئة وغير متأكد من خلاصك اليوم ان سمعتم صوته لا تقس قلوبكم انا بحذر كل انسان انك تتوب الان عن خطيئك وتقبل الرب يسوع المسيح تبتدي تدرس الكلمة حتى تتعمق تترسخ فيه كلمة الرب حتى تستطيع تميز الامور المتخالفة يكون عندك التمييز الروحي مهما صار اضطهاد ولا مسيح كذاب ولا معجزات كاذبة طب ما اليوم نشوف معجزات كاذبة هل هذا بغير رأيه؟ كل الحرب ما يعني اوعك فكرك يروح محل تاني كله ضد يسوع المسيح ولا ضد نبي اخر ولا ضد ديانة اخرى كله رح يتوحد لكن بس ضد كنيسة الرب ومش اي كنيسة الكنيسة اللي تؤمن مخلصة ومفدية بدم الرب يسوع المسيح مش طواف مش ارتودوكس ولا كاتوليك ولا بروتستانت لا ولا اي طايف التاني من كل الطواف فيه طاقية بقية فيه شعب للرب اللي مش رح يزجد للوحش اللي رح يقاوم بكل الوساط لأ من ناحية تانا الله بيحميه ما تخافش الله بيحمينا الله بيهتم فينا اوعك اتخاف الرب يسوع قال ابني كنيسة وابواب الجحيم لن تقوى عليها رح يكون تمييز حقيقي بين المؤمن وغير المؤمن ونؤمن بنبوة الشعياء التي تقول يرى نسلا تطول ايامه الى مجيء الرب ونؤمن بافيسوس خمسة مكتوب عن يسوع احب الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مقدسة لا دنس ولا غضن فيها ولا من مثل هاتك الكنيسة رح تظلها لمجيء المسيح طاهرة ثابتة قوية منتصرة ممجدة انا لا اعرف التوقيت بس واضح انه لابد ان نمر حتى ولو جزء من هذه الضيقة لكن الكنيسة صامدة وقوية لكن بالنهاية احبائي في ضربات شديد الضربات الاخيرة والحرب الاخيرة بيجمعهم الى موضع اسمه هارماجدون وهذا موضوع اخر اللي عاوز اقوله النصرة بالنهاية ليسوع المسيح لم يفشل المسيح في عمل الفداء حتى في الايام الاخيرة في ناس رح تخلص مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت الكنيسة منتصرة الرب اعطانا تعليم واوصاف المسيح الدجال المسيح الكذاب لكن كل الحرب هي ضد يسوع فانا بدعوك اليوم انك تكون بصف يسوع وهذا عن طريق الايمان والتوبة التوب عن خطيات وتؤمن بالرب يسوع وإلحق حالك قل لي يا رب ارحمني انا الخاطئ بتوجك انت الرب والسيد والملك على حياتي بحب اسمع منك